اشتركوا في القناة انقطعت فيها ما جانا اشعارات بالحلقات اللي كنت اكتبها اللي هي التوقعات اللي كنت اكتبها كتابة مش حلقات تسجيلية وكانت فقط للمنتسبين اختي واحبتي المنتسبين هم اشخاص بانتسبوا بالقناة في رابط تحت موجود اللي هي اشارة اسمها انتساب هدولا بيدفعوا مبلغ شهري رمزي هذا المبلغ بعطيهم مزايا معينة طبعا اليوتيوب هو اللي بعطيهم هاي المزايا وانا علي اني انفذ لاني انا مستفيد من هذا الموضوع لانهم هم بيدفعوا مبلغ معين هذا المبلغ من ضمن مزايا انه هم حتى لو انا انقطعت عن اليوتيوب لازم اكتب مثلا حلقات كتابة او باي طريقة معينة واعمل لهم تواصل خاص فيهم هم بيجي الاشعار للمنتسبين اللي هم الاشخاص اللي بيدفعوا شهريا مبلغ من المال اللي هو بكون ايام ديناريين خمس دنانير عشر دنانير لغاية الميت دولار يعني فيه كل واحد بيختار شو المبلغ اللي بيقدر يدفعوا شهريا وبينتسب انتساب لهاي القناة بصير هو شريك في القناة وفي اليوتيوب معها برضو من ضمن هاي المزايا مثلا انه انا بنزل الحلقة على الساعة ثنتين بتوقيت جرينيتش يعني خمسة بتوقيت الاردن كل يوم ولكن المنتسبين بتطلعوا على هاي الحلقة وبصالهم اشعارات بهاي الحلقة لانها بتكون معروضة للمنتسبين قبل تقريبا من ستة لعشر ساعات من نزولها للجميع فهاي ميزة لهم اذا في معلومات معينة خاصة او معلومات او فيديوهات خاصة ممكن انها تتسجل فقط للمنتسبين هاي طبعا ما عملتاش انا لحد الان ولكن انه اليوتيوب ببعت لي رسائل انه هدولا لهم حقية انك تعمل لهم فيديوهات خاصة فممكن في المستقبل انه يكون لهم فيديوهات اما تعليمية او شرحة مفصل عن مسألة معينة تكون خاصة بابراجهم او خاصة بتعليم علوم الفلك فعشان هيك اللي بيجبوا لي انا منتسب في القناة وما جاني اشعار لا انت مش منتسب بالقناة المنتسبين بتلاقوا انه حتى بالتعليقات اني انا مجبر اني احط لهم طبعا وفاءا او رد جميل لهم مش لانه عشان اليوتيوب بطلب مني هذا الموضوع ولكن بحط لهم لايك وبرد على تعليقاتهم غير عن الجميع لانه هاي ميزة من المزايا اللي بشروط العقد ما بينهم وبين اليوتيوب عشان هم ينتسبوا للقناة فاجوبتهم لازم اني اسئلتهم لازم اني انا اجاوب عليها فعشان هيك ما حد يزعل لانه هاي زي مصالح مشتركة يعني بمعنى اخر ومزايا هم يحصلوها ودفعوا قيمتها فما حدا يزعل يعني ومش يعني تقولوا والله سعيد يعني بيستفيد مليا من ورا هذا الموضوع احنا منقول لكم الانتساب اقل ممكن يكون دينارين فعشان هيك الموضوع مش هالقيم الكبير يعني خلينا نروع على توقعاتنا اليوم طبعا توقعاتنا اليوم ليوم الاحد اللي هو 28 اب اغسطس القمر موجود اليوم في برج العذراء استقر تماما هو موجود في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 9 و24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة السماك الاعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح طبعا القمر رح يظل موجود في برج العذراء زي ما حكينا فعشان هيك اغلب الصفات اللي رح يتأثر على جميع الابراج خلال هذا اليوم انه منعود لطبيعتنا الجادة منتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط ممنود ترك واردة او شاردة دون تفاحصها ونجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام ونشعر ان الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد انفسنا او نتوهم امراض ما الها اي وجود يعني زي وسواس وقلق وهي الامور وتعتبر هاي الفترة افضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين وشرب الكحول وبوسع نقتناء حيوان اليف او مطالعة كتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة وهي زاوية التزديس الايجابية بين المريخ وبين المشتري وهاي طبعا زاوية ممتازة جدا رح تعطي حضوض كويسة تأثيراتها من اليوم 28 ثمانية ولغاية يوم 5 تسعة طبعا ذروتها يوم 1 تسعة رح تكون الساعة 9 و19 دقيقة صباحا هاي زاوية بتخلق جو من التسامح بحيث انه منتسامح مع من اخطأ ويخطئ بحقنا ومنمديد العون لالهم وبرضو بتدفعنا للتراجع عن اخطاء سببتنا ازعاج بالفترة الماضية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبي اللي بين الزهرة وبين اورانوس وحكينا انه هاي تأثيراتها لغاية يوم 28 ثمانية يعني نقدر نحكي انه اليوم اخر يوم لتأثيراتها يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة انها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وبتدل على انها هاي فترة غير مناسبة لطرح الانتاجات الفنية للأسواق لانها راح تلاقي فشل او راح يطلع بعض التشهير او ينكشف بعض الاسرار اللي الها علاقة ببعض الفنانين وبرضو هاي لها عقبات غير متوقعة للأمور الفنية يعني ممكن الانتاج الفني هذا يطلع فيه تشهير او يتهاجم او يصير فيه عليه بعض الاخبار الضد نشر هذا الامر او ضد بعض الفنانين يستحسن تجنب اقامة الحفلات والصهرات في هاي الفترة لاحتمال فشلها وقوع حوادث غير متوقعة ويكره تنقل الفنانين خصوصا عبر الجود لزيادة احتمال وقوع بعض الحوادث في هاي الفترة برضو بتفسد اخلاق الناس بسبب الانحلال الخلقي والتحرر بمعناه السلبي كذلك من الافضل التجنب الاستثمارات لها علاقة بالبورصة البنوك الاسهم الامور هاي او المضاربات المالية لانه شوي هاي ممكن في الفترة هاي يصير فيها بعض الاضطراب او تعرف نوع من انواع التراجع المفاجئ في امور المداخل اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الشمس وبين المريخ واللي طبعا هاي تأثيراتها حكينا من 18-8 لغاية يوم 4-9 ذروتها كانت يوم امس اللي قلنا انها بترتفع فيها وطيرة المواجهات والتفجيرات وخصوصا في البؤر الساخنة وبسود جو من التوتر والعدوانية وبحيث انه لازم او بيتوجب علينا الحذر عند التعامل مع الاخرين او عند اي كلمة تقال لانه ممكن انها تكون غير محسوبة او تأخذ في محمل مغاير تعمل مشاكل وتدخلنا بمواجهات احنا بغنا عنها وبالدل هاي الزاوية برضو على انه الحكومة ممكن ان تميل لممارسة سياسة قمعية لفرض منفودها وسطوتها وبالدل كذلك على ازدياد اعمال العنف والعدوان وكذلك اضطرابات في قطاع الصناعة او قطاع الصحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية منفصلة وانها ما رح تتصير متصلة اللي هي بين زحل وبين اورانوس وهي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 16-11 بنصبح مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات او ازمة مفاجئة في الحكومة واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبالدل كذلك على اضطرابات واضطرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس المنفصلة الايجابية بين نبتون وبين بلوتو اللي حكينا انو هاي تأثيراتها لغاية يوم 2-9 وهي اللي بتسبب عودة شيء قديم ممكن شخص وضعية عمل علاقة قديمة ترجع تظهر على الساحة وهي ظهورها بيدعم وضعنا اكثر فاكثر اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل وتكون ذروتها والزاوية هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين اورانوس وهي حكينا انو الزاوية رح تكون الساعة 12 و 46 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش وزاوية ايجابية قوية جدا تأثيراتها من ساعة الصباح لغاية ساعة المساء وهي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية سلبية واليوم ذروتها طبعا هي زاوية التقابل السلبية بين الزهرة وبين زحل ذروتها اليوم الساعة 26 و 26 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش اللي هو يعني بتهدد بانقطاع العلاقات العاطفية الضعيفة لغير رجعة وبشكل مفاجئ برضو اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية ما بين القمر وما بين نبتون وهي راح تكون الساعة 11 و 26 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الظهر تقريبا لغاية صباح اليوم الذي يليه اللي هو يوم الاثنين فبتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيدة عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي أكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية ونبتعد عن العمليات الجراحية فيما يتعلق بهاي الأعضاء البنكرياس، العمعاء الدقيقة، الأعور، القولون، الجهاز الهضمي، الـ 12، المستقيم، أجهزة الإحساس، العيون والأذنين طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل ولكن بالنسبة لعمليات التجميل زي ما حكينا أنه يفضل تأجيلها لبداية الشهر بيكون أحسن، بتكون فكت الزوايا المباشرة مع الزهرة فتعتبر هاي الفترة غير مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة تصلح لإزالة الشعر الزائد لأنه بما أنه منتحسة الأمور اللي لها علاقة بالزهرة صحيح أنه القمر في مرحلة نمو بضعف هاي العملية ولكن انتحاسة الكوكبين والقمر وبرضو يعني ضعف القمر غزدي وفي نفس اللحظة الزهرة فيعني شوي بتعطي نوع من أنواع الإيجابية لهذا الأمر يصلح لقص الشعر التجميلي ولكن ما بنصح بعملية الصبغ ولا بالقص العلادي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العذراء خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد اللي هو الاثنين 29 ثمانية رح يكون في تمام الساعة ثلاثة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينيش ورح يستمر خلو المسار للساعة تسعة وأربعة واربعين دقيقة صباحا إلى يستقر بعدها القمر في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر ولادة الهلال عمره يوم في تمام الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بصير عمره يومين نسبة الإضاءة تقريبا نقدر نحكي أقل من خمسة في المية ولكن نعطيها الخمسة في المية يعني غير مرئي برضو أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة طبعا هي سعيدة الآن بنسبة ثلاثين في المية ولكن في ساعات الصباح بتتراجع نسبة السعادة تقريبا حتى بتدخل في مرحلة النحوسة لنسبة عشر في المية القمر في العذراء حتى يوم تسعة وعشرين ثمانية سعيد الآن بنسبة خمسة واربعين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات المساء بترتفع نسبة السعادة إلى ستين في المية عطارد في الميزان حتى يوم تسعة عشر منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في الأسد حتى يوم خمسة تسعة منتحس بنسبة أربعين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 عشر سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 عشر منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشر منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% أما بالنسبة لنبتم في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا العمل بيتراكم اليوم عندكم شوي الصحة بتكون متقلبة لأن القمر صار موجود في البيت السادس وهي مراحل المقابلة بالنسبة للكم وبرضو بيت الصحة والعمل فعشان هيك بتجدوا أن العمل بدأ يتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم فعشان هيك لازم تنتبهوا بشكل جيد لعملكم وصحتكم حاولوا إيجاد الحلول علجوا المسائل الطارئة بشكل عقلاني عشان تقدروا برضو تتوصلوا لاتفاق لحل بعض الأمور اللي إلها لاقب العمل بدون مشاكل مع زملائكم ابحثوا عن حليف أو عن دعم وتجنبوا الإساءة للأصدقاء أو شركائكم وحذروا من التراجع الصحي يعني اللي بشعر بعي شيء غير اعتيادي إنه يراجع الطبيب برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر الآن استقر في البيت الخامس يعني الطاقة العاطفية عندكم بتصير في أوجهة وتبتظل الرغبة قوية في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم بحيطك الفلك بالحيوية والحماسة وبتقدر تتابع كل المساعي للتواصل مع المحيط وبرضو بيكون هذا يوم ممتاز جدا ممكن تتواصل مع أبنائك مع أحبتك اتمارس هواية معينة أمور إلها علاقة بالتجميل ولكن أنا ما بنصح فيها ولكن تهتم بحيويتك رح تشعروا خلال هذا اليوم بالطمأنينة وبالراحة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية لأن القمر صار في البيت الرابع فالأمور العائلية هي اللي رح تطغى على الساحة أو رح تكون هي اللي بتشغل فكركم بشكل كبير إن كان في تصليحات أو ترميمات منزلية أمور عائلية اجتماع نقاش حوار شراء أثاث يعني من هاي الأمور حتى لو استئجار بيت أو أمور عقارية برضو إلها علاقة في هذا الموضوع وبوسعكم اليوم طبعا إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم تشعروا ببعض الحزن أو التعب وممكنك تبحثوا عن ملاذ آمن لأنه يعتبر زاوية تربيع معاكم القمر فهذا الشيء شوي بخليك هيك كطاقة متقلبة فأهم شيء إنك ما تنتقد اليوم أقرب الناس لا إلك ممكن يصير فيه نوع من أنواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب موضوع أو فكرة أو شيء وهذا الشيء ممكن يكون بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة برج السرطان بالنسبة لما أوليد برج السرطان طبعا القمر صار انتقل للبيت الثالث يعني بيت حليف وقوي زاوية تزديس معاكم فأنا بعطيكم نشاط وحيوية وطاقة وسرعة بديها عالي جدا أهم شيء أن تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء تنقلاتكم وقيادتكم للسيارة ممكن أعطال بالسيارة ممكن تصليحات ترميمات أو الأمور اللي إلهي علاقة بالأجهزة الإلكترونية أهم شيء أنه اليوم برضو مناسب العملية إلى الأمور اللي إلهي علاقة بالامتحانات والمناقشات أهم شيء لما تدخلوا بنقاش كونوا مرنين جدا ما تكون حاد وخصوصا مع الإخوة ومع الجيران اليوم رح يسجل لك لقاء مهم أو اتصالات مفيدة ممكن تجري أبحاث ومفاوضات ناجحة أو تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري يعني الأجواء داعمة لإلك بقوة وسرعة بديهتك بتنقذك في كثير من المواقف برج الأسد بالنسبة لبرج الأسد طبعا القمر صار موجود في بيت المال اللي هو بالعذراء بفتح لكم مجالات لبعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بالمقابل وهو الطاغي على الساحة أنه لازم تخففه من النفقات قدر المستطاع ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية احرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن تناقش موضوع مالي أهم شيء أنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل أو حتى يعني خليها لأول شهر تسعة بيكون أفضل حاول أنك ما تبذر أموالك وتكون عاقل ومتيقد قبل التوقيع على أي عقد وحاول أنك تحدد أهدافك وتستشير ذوي الإختصاص برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم الطاقة عالية جدا لأن القمر خلص استقر عندكم فبتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرها على سيطرة على زمام الأمور بتكون اليوم أنت مميز بعداك الفترة هاي واعدة بخبر أو بتسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة الأجواء تعطيه ثقة بالنفس عالية جدا تفتح لك كثير من الأبواب الممتازة حتى طاقتك وحيويتك بتكون ملفت للانتباه بالنسبة للجنس الآخر يعني رح تكون مغري بمعنى آخر بتطرح أفكار جديدة وبتجتهد على إنجاح مشروع جديد عندك حماسي ووضوح بالأفكار وسرعة البديهة ما بتتخلى عنك اليوم حضور قوي ونقاشاتك في مكانها برج الميزان طبعا بالنسبة لموليد برج الميزان القمر كمان اليوم موجود في بيت متاعبكم لغاية بكرة الصبح فعشان هيك بيظل الوضع بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم تجد أنه بسيطر التعب الشديد عليكم من وقت لآخر طبعا مش كل موليد برج الميزان ولكن الإرهاق النفسي أكثر من الإرهاق الجسدي كوسواس أو أفكار سودة أو بتحس أنه طاقتك ضعيفة فلا تستسلم لهاي المشاعر وحاول تشحن حالك بطاقة إيجابية عالية اليوم ممكن تفكر في إلغاء الموعيد والابتعاد عن الأضواء احمي نفسك من المحتالين بتجد أنه الوتيرة عندك تهدأ وبتتراجع فيها حتى الأرباح والحيوية فترة هي محبطة يعني لغاية صباح الغد لا تشعر بالتحسن شوي لا يوصل القمر لعندك وهي فترة مخيبة للآمال ولكن أهم أمر بحب أنصحك فيه أنه حاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة خلال هذا اليوم برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب طبعاً بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لأنه الآن القمر صار يقترب للميزان معناة الطاقة بلشت شوي تتقلب صحيح أنه اليوم رح تنشطوا اجتماعياً ورح يصير عندكم حركة ونشاطة عالية جداً ورح تلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة في مناسبة سعيدة أهمش أنكم ما تبقوا وحيدين بل سارعوا للمشاركة بأي أمر اجتماعي ويلعبوا دور بناء مع محيطكم مع مجتمعكم مع أصدقائكم مع عارفكم بتتمتعوا بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة طبعاً أهمش أنه ما بجوز أن اليوم أنك أنت تتخذ بعض القرارات لأنه القمر زي ما حكينا بيقترب من بيت متاعبك وحاول أنك تبعد عن أي خلاف أو صدام ما بينك وبين أصدقائك أو معرفك برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعاً القمر صار موجود الآن في بيت السمعة فبوسعكم هذا اليوم تعزيز علاقاتكم مع رؤساءكم بالعمل برضو اليوم حاولكم ما تتغيبوا عن العمل حتى لو شعرت أن طاقتكم ضعيفة بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال عملكم يوم مناسب للأشخاص زي ما حكينا اللي بيبحثوا عن عمل أهمش أنكم ما تجازفوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتكم اتجنبوا التصرفات الارتجالية ركزوا بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لا آخر ونضموا عمالكم عشان تقدر تنجزها بشكل كامل أهم شيء ممنوع مخالفة القوانين خلال هذا اليوم وضبط الأعصاب لازم يكون في أوجه وحاول أنك ما تتصرف أي تصرف يشوه سمعتك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر صار موجود في البيت التاسع يعني بيت قوي وحليف لا إلك فرح تنشطه في أمور الهلاقة بالسفر بالاتصالات البعيدة الحوارات مع الأجانب العلاقات مع الأجانب برضو الامتحنات الجامعية أو مناشغ ناقشة رسالة أو طرح موضوع تجاري اليوم مناسب جدا لهاي الأمور ولكن بتكون أكثر وعي على طرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك رح يترك أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك العالي جدا بتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك فترة إيجابية جدا أهمش أنك ما تضيع عليك الفرص يعني بمعنى آخر فترة ممتازة لعلاقاتك مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب أو حتى أوراق إلها علاقة بسفر بهجرة يعني فترة داعمة لإلك ما بدك تستغلها برج الدلو بالنسبة لما ولد برج الدلو طبعا اليوم بتكون تتفحصوا الأمور اللي إلها علاقة بالحسابات المالية المشتركة اللي هي أي مال مشترك أو معك شريك فيه زي بنك مثلا ما ياخد منه قرد شريكك بالمال ما مال زوجتك أو زوجك هاي أسمها أموال مشتركة فبدك تنتبه وتتفحصها وما تغامر فيها وما تخاطر فيها وما تتخذ قرارات فردية في هذا الموضوع وحاول قدر الإمكان أنك تخفف النفقات طبعا اليوم هذا ممتاز للي بده يقدم قرد أو تسوية أو ورثة ميراث تركية شغلات من هذا القبيل كلها هاي بتقدروا إنكم تشتغلوا عليها أو تطلبوا بحقوق لإلكم ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاولوا إنكم تكونوا مارنين وما تتنازلوا عن حقكم بس بالمقابل حاولوا إنكم ما تفرضوا رأيكم وتتسلطوا برأيكم على الأشخاص اللي بتعاملوا معكم حاولوا إنكم تبحثوا عن حلول ترضي مختلف الأطراف وحاولوا إنكم ما تهملوا لا ملف ولا قضية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هنا الأمور بتتركز على الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة الشراكة بالمال الشراكة بالعاطفة القمر موجود مقابلك تماما هذا الشيء بعزز أمور الشراكة وعلاقتكم بأزواجكم أو شركاءكم بالعمل وبتقدروا تتخذوا قرارات بهذا الشأن مثلا تطوير عمل أو فكرة أو أفكار أو تتبادلوا للاتفاق بأفكاركم فترة ممتازة ولكن ابعدوا عن الصدامات والمشاكل اللي بينكم وبين شركاءكم وخصوصا اللي بيعرفوا إن علاقاتهم ضعيفة لأنه بالفترة هاي ممكن إنها تنتهي هاي العلاقات فحاولوا برضو إنكم تنسقوا بين مختلف الواجبات بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظر الأشخاص اللي بتعاملوا معكم حافظوا على هدوءكم الكامل حاولوا تبعدوا عن المشاكل لأنك انت الحلقة اللي أضعف طاقتك هي الضعيفة هاي فترة فيها نوع من أنواع الضغط الأوضاع ممكن تزداد صعوبة إذا ما داركت المخاطر وارجعت خطوة إلى وراء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء